موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الإخوة الكرام في ثنايا كتاب الله تعالى آية قال عنها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنها أجمع آية في كتاب الله وذلك لما اجتملت عليه من جمع لخصال الخير ثم جمع لخصال الشر إنها قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن الله يأمره هذه الصيغة تدل على أن هناك آمراً وهناك أمر آمر وأمر فمن يعرف الآمر ثم يعرف الأمر فإنه سيبذل كل جهده لتطبيق أمر الآمر أما من يسمع الأمر فقط ولا ينتبه إلى الآمر فإنه ربما لن يسارع إلى تنفيذ الأمر نحن في حياتنا الدنيا أي أمر يأتينا ننتبه دائماً إلى الآمر فإذا كان الآمر حاكماً فهو غير المحكوم وإذا كان الآمر أباً فهو غير الأخ وهكذا فننتبه إلى الآمر وننفذ الأمر بقدر ما نعظم الآمر إن الله يأمره فإذا علمت أن الله تعالى هو الذي يأمر فينبغي أن تسارع إلى تنفيذ أمره ثم ينبغي أن تأتي بالأمر كما هو وتتفانى في تطبيقه لأن الله تعالى هو الذي يأمر يوم قال الله تعالى لقوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هم لم ينتبهوا إلى أن الله تعالى هو الذي يأمر وإنما التفتوا إلى الأمر فوراً نذبح بقرة لماذا؟ ما هي؟ ما لونها؟ ما هي؟ أسئلة تلو الأسئلة يحاولون من خلالها التملص من تنفيذ الأمر لأنهم لم ينتبهوا إلى الآمر جل جلاله في المقابل قال لابنه إبراهيم قال لابنه إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا أبا تفعل ما تؤمر لأن إسماعيل عليه السلام انتبه إلى الآمر وليس إلى الأمر مدام الله تعالى هو الآمر فيجب أن نسارع إلى تطبيق أمره يا أبا تفعل ما تؤمر نحن في حياتنا ينبغي دائماً أن ننتبه إلى الآمر ونسارع إلى تنفيذ الأمر فإذا كان الآمر هو الله الخالق البارئ المصور من أمرنا بيده ومرجعنا إليه وحياتنا بيده وكل ما نملكه بيده فلا شك أننا ينبغي أن نسارع فوراً إلى تطبيق أمره وأن لا ننظر إلى صغر الذنب ولكن أن ننظر على من اشترأنا جل جلاله أيها الإخوة الكرام إن الله يأمر إذن الآمر ثم الأمر يأمر بماذا؟ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة ما العدل؟ العدل أن تأتي الأمور وفق الميزان الشرعي وفق الميزان الشرعي والإحسان فوق العدل وما كل المشكلات تحل بالعدل فقط قال تعالى وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُقِبْتُمْ بِهِ هذا العدل وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ هذا هو الإحسان وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا هذا هو العدل فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهَ هذا هو الإحسان العدل أن تعاقب من أساء إليك والإحسان أن تصبر وأن تعفو عنه وأن تصلح حاله بذلك العفو والجروح قصاص هذا هو العدل فمن تصدق به جرح فتصدق بجرحه فهو كفارة له يكفر الله تعالى عنه من ذنوبه بسبب عفوه إذن هناك عدل وهناك إحسان ما كل مشكلاتنا في الحياة تحل بالعدل يقول لك أساء إلي فيجب أن أرد له إساءته أكل من مالي فسأكل من ماله يعامل بميزان العدل فقط إن الله يأمر بالعدل والإحسان كثير من مشكلاتنا تحل بالإحسان أن يعفو الإنسان وأن يتنازل أحياناً عن بعض حقه في سبيل إرضاء الله تعالى وإصلاح خصمه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقد قيل العدل هو الفرائض والإحسان هو النوافل يعني صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء هذا عدل والإحسان أن تصلي الضحى وقيام الليل والرواتب مثلاً الصيام شهر رمضان عدل هذا فريضة لا بد منها لا تستطيع أن تتركها لكن صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر أو صيام يوم عرفة هذا إحسان فهناك عدل وهو الإتيان بالفرائض وهناك إحسان وهو أن تأتي بالنوافل باب الإحسان واسع جداً وهو أوسع من باب العدل فالإحسان يكون مع الأب والأم ببرهما يكون مع الزوجة بحسن رعايتها يكون مع الزوج بحسن تبعقله يكون مع الأولاد بمدهم بأسباب حياتهم وتربيتهم ورعايتهم يكون الإحسان مع النباتات ويكون الإحسان حتى مع الحيوانات فكل حياتنا إحسان فالله تعالى يأمر بالعدل ويأمر فوقه بالإحسان فيجب أن نجمع دائماً بين العدل والإحسان هناك قضايا تحل بالعدل وهذه تحل في المحاكم وفي التحكيم وأثناء الصلح فيعطى كل ذي حق حقه وهذا مطلوب ومشروع ولكن ينبغي أن يكون الدافع عند الإنسان دائماً أن يزيد فوق العدل إحساناً فإحسانك لمن أساء إليك يقلب العدو صديقاً قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاء ذي القربة خص ذوي القربة بالإحسان من باب عطفي الخاص على العام لأن أكثر ما ينبغي أن يكون إحسانك أن يكون لذي القربة فلو تكفل كل إنسان بذوي قرباه فآتاهم من ماله ومن خبرته ومن عطائه ومن متابعته ومن خيره فإن المجتمع بكله يغدو متماسكاً متكافلاً متضامناً فالله تعالى يأمر بالإحسان عموماً ثم هو يخص ذوي القربة بمزيد الإحسان والصدى ذوي القربة الوالدان الأولاد الزوجة الأخوال والأعمام وأبناؤهم إلى آخره من الأرحام القريبة والبعيدة فالإنسان عندما يريد أن يتصدق وأن يحسن ينبغي أن يبدأ بالأقربين فالأقربون أولى بالمعروف فإذا اكتفى الأقربون فإنه ينتقل إلى غيرهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاء ذي القربة وينهى الله تعالى يأمر وينهى ديننا افعل ولا تفعل ديننا منهج ديننا منهج ليس الدين فقط صلاة وصيام وزكاة وحجا على عظم مكانتها وأهميتها في ديننا لكن الدين ليس شعائر فقط إنه ينتقل من محراب الصلاة إلى محراب الحياة فهو أمر ونهي والدين الذي لا أمر فيه ولا نهي لا خير فيه فالدين منهج يجب أن ننضبط به إن الله يأمر وينهى وإذا لم ننضبط بما أمر الله تعالى به ولم ننتهي عما نهان الله تعالى عنه فقد تركنا جوهر الدين الذي هو انضباط بشرع الله تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي الفحشاء والمنكر يكونان في الأقوال وفي الأفعال فهناك فحش في القول كالسباب والشتم واللعن والغيبة والنميمة وهناك فحش في الفعل ومن أعظم الفواحش والعياذ بالله الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا وهناك منكر في الأقوال وهناك منكر في الأفعال وسمي المنكر منكرا لأن أصحاب الفطر السليمة تنكره ابتداءا بينما المعروف سمي معروفا لأن أصحاب الفطر السليمة تعرفه ابتداءا فمن لا يعرف أن الصدق معروف ومن لا يعرف وأن الكذب منكر تنكره النفوس السليمة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي والبغي هو الظلم وتجاوز الحد يعيذكم لعلكم تذكرون إلى الملتقى استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة